وصول صاحب السموه الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وفي استقبال سموه الشريف مولاي عبدالله العلوي رئيس الجامعة الملكي المغربي للفروسية ثم استعرض سموه تشكيلة من الحرس الملكي أدت له التحية مثل ذلك تقدم للسلام على سموه السادة عزيزة خنوش وزير الفلحة والصيد البحري ومحمد الزين وزير الشباب والرياضة وعبدوحة سهيل وزير التشغيل والتكوين المهني والجنرال دوكور دارمي حسن بسليمال قائد الدرك ويعتبر المعهد الوطني للفرس ولي العهد الأمير مولاي الحسن أول مؤسسة بالمغرب وإفريقيا معدة لمهان الفروسية ويكرس إنشاؤه تقاليد الفروسية العريقة في المملكة والتي تعززها إرادة ملكية لترسيخ الفروسية تراثا وطنيا